ميد راديو لا راديو كي ميد ميد راديو نبغي أن نفرق بين تعليم القيم وبين غرس القيم لما كنت تكلموا على الطربياء كين فرق بين أنني نعلم لولد هاد القيم والأخلاق والمبادئ وبين أنني نغرس فيهم القيم والأخلاق والمبادئ تعليم القيم هو أنه كان سنة لولد حتي غلط هتا نقول لي هادي خيبة هادي زينة علاش مخرتي علاش كدبتي علاش مكت سنتش الله دراء سنت الله دراء هذا كلام عام مبادئ عامة كيسميوها المتخصصون بالطربية العشوائية هذه الطربية العشوائية لا تسمن ولا تغني من جوع هذه ما شيء يا طربية أحباب الكرام الطربية تكون بالغرس غرس هذه القيم وغرس هذه القيم يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بالقدوة يعني الولد كي يشوف أحباب الكرام في علم النفس الطربوي الطفل لما كي يصل السنة السابعة إلى غاية السنة الرابعة عشرة الولد كي يقلد الولد كي يقلد يعني يستمد سلوكه من خلال تقليده لما يراه ولمن يراه كي يشوف الأب كي يشوف الأم كي يقلد وحرين بالذكر أننا نتكلم أحباب الكرام على مفهوم الطربية بحكم أن المجتمع المغربي بحلو بحل المجتمع العربي كي يحصل الدور دي للطربية في الأم والأب بعيد كل البعد على الطربية ولهذا غاللحظوا هاد الأمر هادا لما لإبنتي يغلط لما الطفل تيغلط كتنود الأم كتبغي تعاقبه والأب شنو كي يدير أحيانا الأب كي يقول لي كي يصرخ وكي يعتب الأم كي يقول لي يا فين كنتي يا للا وهذا الدور دي يا للا كو على شغلية يدير هاد شي طبعا هذا سؤال علش لما كي يغلط لولد أو علش حنا لما نبغي ونربيه لولد الأب كتلقاه كي يصرخ وكي يلوم وكي يعاتب الأم لأنه متجذر في قناعة هذا الرجل أن التربياء هذا الدور دي الأم وهو يكتفي فقط يقول لك وأنا كنوكل وأنا كنشراب وأنا كنخرج النهار كله ما كينش في الدار شكل اللي غد يقابل هاد الولد شكل اللي غد يربيه شكل اللي غد يدير شكل اللي غد يفعل أمه فكتلقى أحيانا لأب كي يلوم الأم على أنها هي اللي مربتش ليه ولده في حين أحبابي الكرام أنه لما احنا نفتحو يعني الأعيون ديالنا على المجتمعات الأخرى على سبيل مثال المجتمع الياباني على سبيل مثال المجتمع الصيني كتلقاوا بالعكس خصوصا في المجتمع الصيني كتلقاوا أن اللي كيتحمل المسؤولية الأكبر في التربية هو الأب بالنسبة 60% التربية تعود على الأب 40% الأم كذلك في نظام الكانجي عندهم في اليابان أن التربية مشترك بين الأب والأم مش فقط هير الأم وإنما حتى الأب فعليش حنا الأباء ديولنا الأباء المغاربة كتلقا هم كي بغوي تجردوا من المسؤولية ويردوها فقط لي للأم ويلوم ويصرخ ويعات بالأم على شلال لا درتي وفين كنتين تيا وفين ما داتيش وشانا كان نخدم وكان ديره نجول لقاول دي ما مربش لقاها كيدين الفعيل لقاها كيدين الزبايل وهكذا هذا خطأ هذا واحد الخلل في المنظومة الطربوية عندنا في المغرب وخصنا نعود ونصلحو هاد هاد الخلل بأننا نكون عندنا وحد قناعة بأن الأب حتى هو أراه مسؤول سيد نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو باشر التربية بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بنفسه كانت يا ربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أحباب الكرام أن نفرق بين التربية وبين الرعاية الأب المغربي خص يعرف باللي أراه لما كنمشي كنوكل لما كنمشي كنديه المدرسة لما كنشري ليه الكتوبة لما كنشري ليه أي حاشة خاصة هذه اسمتها رعاية هذه ماشي تربية نفرق بين التربية وبين الرعاية التربية هي غرس الأخلاق هي غرس القيم المثل المبادئ وهذا شكل مسؤول الأول عليه الأب والأم كلاهما مش فقط الأم هذا خطأ هذا خلل نبغي أن يعالج الكل مسؤول خصوصا لما كنتكلمه على السين السابعة فما فوق عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما كي لما كيحكي لنا هد 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 الواقعة التي وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان طفل مميز سبع سنين 8 سنين 9 سنين كيشوف وكيلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم شنو كيجير وكي مشكي قلد وهذا يتوفق تماما مع ما يقرره علم النفس الطربة ومن أن الطفل بجاء من 7 سنوات يستمد يعني سلوكه من خلال ما يراه وما يسمعه من خلال التقليد أحباب الكرام وحنا في هد السن هدد 25 و20 و30 و40 سنة فما فوق دراسة تقول بالـ 70% من سلوكياتنا 70% من ردود أفعالنا 70% من قراراتنا كلها مبرمجة في الصغر كلها مبرمجة في الصغر لما نكتفي نحن بتلقين الأبناء المبادئ العامة فقط لكي نسمعه احنا بالتربية العشوائية دون أن يكون هناك غرس حقيقي لهذه القيم منظومة القيم 48 قيمة مقسمة على أربع مسارات يعني كل مصار فيه ربعا ديال عفوا 12 مصار يعني كل ما صار فيه أربع من هذه القيم لابد أن تكون متحقيقة في الطفل يعني غد ينسو الآن النفس ديالي غد ينسو الآن أي أب وأي أم ولدك شنو هي القيم لكي يتميز بها شنو هي القيم اللي فقدها شنو هي القيم اللي محتاجة التطوير شنو هي القيم اللي فهد شويه ومحتاجة التعديل شنو غد يكون الجواب مثلا المهارة الصدق على سبيل المثال هذا الولد اللي في الصغور دياله كد لقاه لا ينتبه ولا يلقي بالا إلى رمي القذورات وهو غير مسؤول منذ الصغار على أنه يجمع الفراش ديال ديال النعاس دياله وعلى أنه يرتب الأواني حتى هو في المطبخ إليك لا هو مسؤول على أنه ينضف هدوك الأواني ويرضهم لأماكن ديالهم منذ الصغار علش من بعد هدك الولد وهو لما غد يولي شاب غد يلقوها باللي بقي حتى وكي يعتمد على الزوجة دياله أو على الأم دياله أنها جمع عليها فراشه كيلي في عمرهم 27 و30 سنة وبقي الأم دياله هي لكا جمع عليها فراشه وتلقاهم زوجه والله يمي يجمع الفراش علش لأنه فقد هذه القيمة في الصغار لأنه تلقاها بشكل غير سليم مجرد يا بابل دياله رخ سكد نضج مع فراشك فقط لا غير ولكن فقدان هذه المهارة يؤثر في المستقبل بحيث يكون لنا شخصية زائفة شخصية لما تلقى معها أول مرة قد تقول وهذا هو الرجل وهذه هي المرة شخصية كتبلك مثالية من حيث كلامها ومن حيث تأصيلها ومن حيث وصفها ولكن لما كيدخل العمل ميدان ديال الشغل كتلقاه هناك خلل فاشل في العمل دياله ولا لقينها بغدينها أو لما كيدخل إلى منظومة الأسرة كتلقاه فاشل في الزواج دياله والزوجة تتفاجأ كيفاش أن هذا الرجل المتلقت معه نهارلول كانت معجبة كتقول هذا هو الرجل ولكن بعد ذلك تتفاجأ بلهد الشخصية من الداخل مهدمة من الداخل قبيحة خبيثة علش لأن هذا الشخصية اللي كما قلنا سبعين في المئة من السلوكيات ديالها هي فقط برمجة نتيجة يعني ما تلقاه في الصغار يعني أثناء الصغار على سبيل المثال خذينا مهارة الصدق أو مهارة النظافة أو قيمة النظافة لحفاظ على النظافة كالقاوهاد الولد لم يكن مسؤولا ولم يتلقى هذه القيمة وإنما أخذها عن طريقي يعني فقط مجرد تعلم أوامر ونواهي وإنما لم تغرس فيه هذه القيمة غرسا كما كان سيدن بي صلى الله عليه وسلم يفعل إذن أحباب الكرام الآباء مسؤولون أمام أبنائهم هذا عمر ابن عتبة ابن أبي سفيان أرسل إلى مؤدب ولده كان لكسعف واحد الزمان الناس اللي عندهم الفلس كيجيبوا مؤدب كيأشجروا كيعطوا الفلس باشيقابل لهم ولدتهم يقدبهم وكيصفت له واحد الكتابة واحد رسالة يقول له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولادي ليكن أول ما تبدأ به أيها المؤدب في إصلاح أولادي إصلاح نفسك هو اللول قال لي علاش قال فإن أعينهم معقودة بعينك ذلك شلك تشفوزين حتى هما كشفوزين هما كشفو فيك كما تنظر إلى الأشياء هم كذلك ينظرون إلى الأشياء فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما تستحسنه أنت والقبيح عندهم ما تتركه علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوا